أقرت لجنة المخيمات في بلدية الكويت توصية بإلغاء ترخيص المخيم الرابعي في حال مخالفة صاحب الترخيص قوانين ولوائح البلدية وذكرت أن اللجنة حددت عدد شروط وضوابط لمخالفات إلغاء ترخيص المخيمات الرابعية منها وجود بنشيات وبقيات والدرجات النارية دون ترخيص من البلدية وأضافت أن البلدية ستقوم بتوقيع غرامات بحق المخالف الذي يستخدم تلك الأليات مبينة أنها ستقوم برفع وحجز تلك الأليات في موقع حجز البلدية